أعربت مصر عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين معتبرة الأمر انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقنا لدماء الفلسطينيين الأبرياء وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تحذر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجع لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال كما تؤكد مصر مجددا على موقفها الراسخ الرافض للتهجير القصري للفلسطينيين خارج حدود أرضه باعتباره خطا أحمر لن يتم سمح بتجاوزه كما تجدد مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضلاع بمسؤولياته تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر